الأمر الثاني قال لك أسمعوا لهذه مليح وهي بمثابة علامة مسجلة كما تضمنت اللفتات تمشيدا لوحدة الوطن وتأييدا لتلحم الشعب مع جيشه ومثل ما كان متوقعا فقد شهد هذا اليوم خروج بعض الأشخاص حاملين ومرددين بعض الشعرات المعادية للخط الوطني وهي بمثابة علامة مسجلة لحركة محظورة وبعض يتباع حزب سياسي خروج بعض الأشخاص بعض العناصر بعض الأشخاص بشعرات والافتات هي مسجلة لحركة محظورة هنا يقصدوا حركة رشاد وبعض عناصر حزب محظور يقصدوا الفيس والله يا راكم هبلتوا جننتم ورب الكعبة هذا جنون رشاد قطرة في بحر الثورة رشاد قطرة في بحر الثورة الفيس أو كما سميتون بعض البقايا الحزب محظور قطرة في بحر الثورة هذه ثورة شعب كامل بكل أفكار بكل إديولوجيات بكل ما فيه والله جننتم والله إلى اليوم راكم تديروا أكثر من ليدرتو ضربة الدحدوح راكم تديروا أكثر من ليدرتو ضربة الدحدوح بالرغم أن الشعب الجزائري يرد عليكم بطريقة غير مسبوقة مصخير وضحف واستهجان بشكل غير مسبوك رجعتو قال لك وهي شعارات مسجلة لحركة محظورة أو نحن مش حركة محظورة لأننا أمرنا ولا طلبنا منكم أو الله سجلنا معاكم نحن قلنا لا نعترف بهذا النظام فلا نطلب منه شيء إذا رحنا نطلبوا من عندكم سجلونا رأنا منظمة سياسية أو معناها رأنا نعترفوا بكم فنحن لا نعترف بكم فأمرنا كحركة رشاد للأسف راكم تلزموني اليوم باش نتكلم على حركة رشاد باش الناس تعرف على الأقل جزء من البصل والله ما الحبذ نتكلم على حركة رشاد نهائيا لأن هذه معركة شعب مش معركة فصيل أو جهة أو مجموعة أو مدينة أو إديولوجيا هذه معركة شعب نحن فيها عناصر من هذا الشعب لكنكم انتم بجنونكم في الحقيقة رأكم رأكم تنفخوا فينا نفخ كبير ورأكم تهينوا في شعب إهانة كبرى لأن الشعب هكذا رح يخضب أكثر بكل تأكيد نلقى تقدير كبير من شعبنا ولله الحمد ولكن في النهاية نحن الجزء والشعب هو الأصل مهما كبرنا مهما توسعنا نحن الجزء والشعب هو الأصل وهذا الشعب في الحقيقة فيه طيارات سياسية وفكرية وإديولوجيا مختلفة وهذه حقيقة ومن لا يعترف بها يدخل البلاد في حين وهذه الطيارات تتعاون فيما بينها لبناء الدولة المدنية هكذا نحن مقتنعين وهذه قناعتنا لكن النظام يريد أن يجعلنا بوعبع تخويف لحنوشة هاني دركن نعطيكم معلومات من دخل الخزن ما كنت شرح باش نقولها لكن نقولها لهم الآن بعض الأحزاب الذين حضروا معهم نقل لبعض الأحرار أو على الأقل اللي سمعوا واش قالوا بعض رؤساءهم تعل الأحزاب قالوا لهم الحراك هذا راهوا إذا انتصر أنتوما الشعب يضحنكم لا خطر شي كنتوا معانا قالوا هل كل أحزاب القائمة اليوم زادوا قالوا حتى الوحدة أخرين خوفوهم بألك أحذر هذوك إسلاميين مع أن الشعب يخرج يقول لا إسلامي لا علماني نحن نقول لكم دولة مدنية نحن ندعو إلى دولة مدنية إرساء دولة مدنية وفق ما هو متعارف عليه وهو مقبول في إطار القيم الجزائرية والمبادئ الجزائرية وأنتم تريدون بحبع تخوفوا به الناس ما كفى تكونش فضيحة دحدوح جوليون ديروا بيان قال مصدر أمني مصدر أمني والمسكينة الصحفية هذهك عرقانة كي هي كل يقدامها عارفين نرمي يقولوا في أي كلام والله ما نعطي لكم هذه الفرصة إلى الأبد والله العظيم وهنا أقسم أمام الملايين من الجزائريين لو يُعطانا الحكم على والله ما أخذنا ولا شاركنا فيه والله أنا شخصيا تعرفوا رأيي في الموضوع لكن لو كان قدوة يكون هناك شيء لن نذهب إلا في إطار توافق وطني إلا في إطار شيء يجمع كل جزائريين الأحرار آه يقصي الأشرار يقصي الفرجار يقصي المخابرات نعم يقصي دولة الحميوشة نعم وجنيرالاتها جنات الأحرار أو جنات المهنية رحو ثكنتهم لكن نحن لسنا لا بالسفهاء ولا بالمجانين ولا بالطامعين في السلطان ولا في السلطات هذه البلاد تحتاج كل أبنائها من مختلف الأفكار السياسية والمشارب الإيديولوجية والقناعات الفكرية لأنها للجميع لا يقصى منها إلا العملاء أنت على المخابرات الإرهابية فقط إذن الأحزاب اللي تلاقوهم قالوا أنتم مركم لا تسوون شيء وانتم مركم مربوطين معنا وانتم مركم كليتوا معنا يجوا معنا ينتصر الحراك وتخسروا كما نخسروا وممكن يضحنوكم لا هذا حراك سلمي هذه ثورة سلمية الشعب مش راحي يلجأ إلى العنف أبدا هذه ثورة سلمية أنتم لي تلجأوا العنف وأنتم يتخوفوا بالعنف قال لك شعارات مسجلة لهذه دولة مدنية مش عسكرية ولا تمسجلة لنا كل بلد محترم في هذا العالم هو دولة مدنية مش عسكرية إخواننا وأبائنا اللي قبلنا اللي ناضلوا بعد الاستقلال كانوا يرفعوا في شعار دولة مدنية بل قبل الاستقلال لماذا قتل عبر رمضان أولوية السياسة على العسكري دولة مدنية حيث أن العسكري يكون تحت إرادة وإدارة المدني يجيب إرادة الشعب والعسكري يكون تحت إدارة المدني لأن الشعب هو اللي جاب المدني وهو اللي يذهب بالمدني والعسكري ينفذ أوامر مدني هذه مش قادرين يتحملوها جنرالات الزيت والسكر والنهب اللي تشربوا وتقاتلوا ودخلوا بعضاهم وكالي يقتلوا بالبيكيرة وكالي يسجنوه وكالي يقبروه أنتم ترتونا فضيحة عالمية تخرجوا بهذا البيان هذا بيان فضيحة لكم هذا بيان فضيحة لكم أنتم تريدون أن تخوفون بعض الناس بنا نحن نتعاون مع كل جزائريين بلا استثناء ونمد أيدينا مع كل جزائريين بلا استثناء لأن هذه بلاد الجميع تناقض اليوم ماهوش تناقض إيديولوجي ولا سياسي ولا فكري نعم هناك اختلافات وطبيعة البشر تكون بينات وخلافات التناقض اليوم هو تناقض وجودي إكزيستانسيال ما بين الشعب وكمشة الجنرالات دولة مدنية ودها الشعب ودولة فاشلة راديئة خائنة عميلة يتحكم فيها الجنرالات لحولوها إلى فوضى عارمة نحن لسنا من الغباء أن ننتفخ أو أن نقول نحن قطرة في بحر الأحرار ونزيد لكم حاجة عندما تقوم دولة مدنية ويستقر لها الأمر ستقوم رشاد بحل نفسها باش ما يسراش كما سرى اللي فلان بالرغم من أننا نحن اليوم جزء بسيط وصغير من هذه المعركة إذا كانوا الملايين اللي اليوم خرجوا رفعها الشعارات وأنا وريت لكم وسمعتكم الشعارات والعصابة تعرفهم جيدا ورح لديها آلاف الفيديوهات وآلاف صور هذون ملاوا أعناصر لحركة معروفة أو كما قالوا محظورة تكذبون حتى في هذه تكذبون محظورة وما تطلبنا منكم الإذن حتى تحضرون ما أعطيناكم شاد الفرصة نحن أذكى من أن نفعل ذلك نحن تعلمنا من كل التجارب من تجاربنا كجزائريين ومن تجارب إخواننا في المنطقة ومن تجارب الإنسانية ككل ليس هناك عاقل يروح يشد الحكم اليوم بعد الثورات وبعد الانتفاضات الخطأ اللي يرتكبوه إخوان مصر هو أنهم أعطوا الانطباع عنهم الدور الرئاسة والدور فسلطوا عليهم الجميع في جزائر لستنهض هي جزائر تجتمع فيها كافة الاتجاهات السياسية والإيديولوجية وتشكل حكومة توافق وطني من أحرار حقيقيين ليس من المتلاعبين لكي ننهض ونمر لمرحلة انتقالية ثم عندما تمر مرحلة انتقالية الشعب يختار فتكون الأغلبية في الحكم والمعارضة والأقلية في المعارضة ويأتي الشعب ربما يغير يجيب المعارضة ويخرج الناس اللي كانوا في الحكم وهكذا مثل كل الدول المحترمة فاطمئنه إننا من الفطنة ومن الحكمة حتى لا أقول من الذكاء لا نعطيكم أبدا فرصة تعودوا السيطرة فيها على الجزائر الشعب الجزائر يقتلع فيكم من الجذور اليوم وما عندكم شوين رايحين والله ما عندكم من رايحين يتسلموا الشعب يتدفعوا ثمن غالي وغالي جدا يولي السجون اللي رأي فيها أصحابكم وتوليوا تتمنواها بالسلمية وبالقضاء العادل بالمناسبة مش قضاء التليفون ولا قضاء الفاكس وأنتم ترتكبون خطع فادح